السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مادة العلوم العامة للصف الثاني عشر أدبي التدريب والوراثة الجزء الأول ليف العضلة ذات الإنقباض البطيء أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يتعرف على أنواع الألياف العضلية عند الإنقباض ثانيا يصف خصائص الألياف العضلية ذات الإنقباض البطيء ثالثا يشرح كيفية تحسين الألياف العضلية ذات الإنقباض البطيء أهم المصطلحات العلمية الواردة في درس اليوم هي Slow Twitch تعني بطيء الإنقباض Fast Twitch تعني سريع الإنقباض Isometric تعني متساوي القياس الأداء والرياضة يشير الرسم البياني إلى الأرقام القياسية العالمية للماراثون منذ عام 1908 إلى العام 2020 ونلاحظ بأنه يظهر العلاقة ما بين السنة والزمن كما نلاحظ من مفتاح الرسم البياني بأن اللون الفاتح إثيوبيا وكينيا بينما اللون الداكن يظهر عدائين جميع الجنسيات الأخرى ومن الملاحظ من خلال الرسم البياني بأن آخر ثمانية أرقام قياسية كانت لعدائين من كينيا وأثيوبيا حيث يبلغ طول الماراثون الحديث أربعون كيلو متر وهي المسافة التي قطعها الأثيني فيديبيتس الأثيني فيديبيتس هل تعلم عزيز الطالب من هو فيديبيتس؟ ولماذا سمي سباق الماراثون بهذا الاسم؟ فيديبيتس هو أحد المقاتلين اليونانيين ضد الفرس في عام 490 قبل الميلان قد جرى مسافة 240 كيلو مترا من أثيناء إلى سبارتنس والتي تعرف باسم سبارتا ثم عاد بنفس المسافة 240 كيلو مترا ومن ثم جرى إلى ماراثونس أي ساحة المهركة بمسافة 40 كيلو مترا ومن بعدها قد عاد إلى أثيناء بنفس المسافة 40 كيلو مترا ليخبر أهلها بأنهم انتصروا على الفرس ومن ثم مات بسبب التعب والإرهاق وسمي سباق الماراثون بهذا الاسم تيمنا بهذا المقاتل العسكري ولتعلم عزيز الطالب بأن عدائي الماراثون الأفضل من الناحية الوراثية يتمتعون ببنية جسدية أي عضلية تكون أكثر ملاءمة للجري لمسافات طويلة لنبدأ بالهدف الأول عليك عزيز الطالب أن تتعرف على أنواع الألياف العضلية عند الإنقباط إلى ماذا يعود اختلاف أجسام الرياضيين؟ تختلف أجسام عدائي المسافات الطويلة عن أجسام رافعي الأثقال ويعود ذلك إلى أنواع الألياف العضلية التي تحتاج إليها الرياضة ومتطلبات أدائها هل تعلم نوع الألياف العضلية التي تميز الأداء الرياضي في الصورتين التاليتين؟ أرجو منك عزيز الطالب الإطلاع على الصورتين في الكتاب الصفحة السابع عشر والصفحة الثامن عشر لمعرفة الإجابة إذن الصورة الأولى تعود إلى نوع الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء والصورة الثانية الألياف العضلية ذات الإنقباط السريع أجب معي على السؤال التالي أذكر أنواع الألياف العضلية عند الإنقباط النوع الأول الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء والتي تسمى أيضا عضلات النوع الأول أما النوع الآخر فهي الألياف العضلية ذات الإنقباط السريع ولكن سيتم التركيز في درس اليوم على نوع الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء والتي تسمى أيضا بعضلات النوع الأول ننتقل الآن إلى تحقيق الهدف الثاني الهدف الثاني يوضح خصائص الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء سننقض على أهم الخصائص التي يجب معرفتها عن الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء فلنبدأ بالإضاءة الأولى تعكس ألوان لحوم الدجاج الاستخدام الأساسي للعضلات أي بمعنى الإضاءة الثانية بأن عضلات الرجلين والفختين ذات اللحم الداكن هي عضلات بطيءة الإنقباط حيث يستخدمها الطائر للوقوف خصائص الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء أولا جيدة لرياضة التحمل ومن الأمثلة على رياضة التحمل رياضة الجري لمسافات طويلة رياضة ركوب الدراجات رياضة السباحة ومن الخصائص الأخرى للألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء أنها توجد في العضلات التي تحافظ على وضعية الجسم أي في منطقة الساق والظهر غالبا كما يظهر لديك في الشكل المجاور ثالثا تتصف باللون الأحمر الداكن السبب وفرة الأوعية الدموية مما أدى إلى تسمية العضلات ذات الإنقباط البطيء بالعضلات الحمراء رابعا إنتاج كمية كبيرة من الطاقة على مدى فترة زمنية طويلة بسبب وجود عضي الميتوكونديريا هل تتذكر عزيزي الطالب ما هي الميتوكونديريا؟ وهل تعلم ما علاقة الميتوكونديريا بزيادة قوة تحمل الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء؟ ما هي الميتوكونديريا؟ الميتوكونديريا هي إحدى العضيات الخلوية في الخلية حقيقية النواة حيث يظهر الشكل الذي أمامك خلية حقيقية النواة تحديدا خلية حيوانية تحتوي بداخلها على العديد من العضيات الخلوية من بين هذه العضيات الخلوية الميتوكونديريا حيث يظهر لدينا الميتوكونديريا بشكل مكبر تحتوي بداخلها على الـ DNA الخاص بالميتوكونديريا ولكن ما أهمية الميتوكونديريا في الألياف ذات الإنقباط البطيء؟ تستخدم الميتوكونديريا الأكسوجين لإنتاج طاقة تسمى طاقة الـ ATP أدنين تراي فوسفات أي أدنين ثلاثي الفوسفات ما علاقة الميتوكونديريا بزيادة قوة تحمل الألياف العضلية ذات الإنقباط البطيء؟ عند ممارسة التمرين الرياضي تزداد أعداد الميتوكونديريا في ألياف العضلات ذات الإنقباط البطيء وبالتالي تزداد كفاءة استخدام الميتوكونديريا لإنتاج طاقة ATP بوجود الغذاء والأكسوجين بمراحل التنفس الهوائي ما هي مراحل التنفس الهوائي؟ تتلخص مراحل التنفس الهوائي بأربعة مراحل رئيسية ينتج عنها كمية من طاقة الـ ATP حيث أن المرحلة الأولى تسمى بمرحلة التحلل السكري أو تحلل الـ Glycolysis التي تحدث في السايتوبلازم وينتج عنها عدد من طاقة الـ ATP ثم المرحلة الثانية تسمى بالتفاعل الرابط ومن ثم المرحلة الثالثة يطلق عليها دورة كريبس حيث تحدث في حشوة الميتوكونديريا والتي ينتج عنها عدد أيضا من ATP أما المرحلة الرابعة والتي تسمى سلسلة نقل الإلكترون والفسفر التأكسودية التي تحدث في الميتوكونديريا والتي ينتج عنها أكبر كمية من الطاقة المخزنة في جزيء ATP ولتعلم عزيز الطالب بأن هذه العطلات تستمر في القيام بوظائفها لفترات زمنية طويلة دون الحاجة للتعافي والآن أجب معي على السؤال الأول الصفحة الخامسة والعشرون أي مما يأتي هو من خصائص الألياف العضلية ذات الإنقباض البطيء؟ أرجو منك عزيز الطالب التركيز في الخيارات الآتية ثم اختيار الإجابة الصحيحة A. كمية صغيرة من الطاقة سريعة على مدى فترة زمنية قصيرة B. كمية كبيرة من الطاقة سريعة على مدى فترة زمنية قصيرة C. كمية صغيرة من الطاقة بطيئة على مدى فترة زمنية قصيرة D. كمية كبيرة من الطاقة بطيئة على مدى فترة زمنية قصيرة الإجابة الصحيحة D. كمية كبيرة من الطاقة بطيئة على مدى فترة زمنية قصيرة أما الهدف الثالث على الطالب أن يوضح كيفية تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء تمرين العضلات يحلم الشباب في مختلف أنحاء العالم بأن يكونوا مثل لاعبهم المفضل إما في رياضة كرة القدم أو التايكواندو أو السباحة وغيرها حيث أن فهم الشباب لنوع العضلات المستخدمة في الرياضة المرغوبة لديهم يمكن أن يعزز في فرصة نجاح تلك الرياضة ولكن هل يمكن لأنواع التدريب المختلفة التأثير في الاتزان بين العضلات ذات الانقباض البطيء والعضلات ذات الانقباض السريع مع العلم بأن معظم الناس تملك نفس العدد من نوعي العضلات فلنتعرف على كيفية تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء يشير خبراء اللياقة أنه يمكن ممارسة بعض التمارين التي تنطوي على انقباض عضلة معينة أو مجموعة من العضلات في زاوية معينة ووضع ثابت دون الحاجة إلى معدات خاصة بهدف إعادة تأهيل المفاصل المصابة أو زيادة قوة تحمل الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء يطلق على هذا النوع من التمرينات باسم تساوي القياس كيفية تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء أولاً تساوي القياس آيزومتريكس وهي تقنيات تدريب يمكن أن يتخذ فيها الشخص أو ضاعاً بحركة مفاصل غير ملحوظة كما يوضحها الشكل المجاور A-P حيث تكون فيها مجموعات العضلات الثنائية المتضادة الحركة منقبضة إما عضلات الساق أو الذراع هدف هذه التقنيات جعل كلتا العضلتين في كل زوج من العضلات المتضادة تنقبضان في الوقت نفسه وهذا النوع من التدريب يزيد من كثافة عضي المايتوكوندرية وبالتالي يزيد من كمية الطاقة الناتجة ويحسن من كفاءة التنفس الهوائي الطريقة الثانية ممارسة الرياضة مع أوزان خفيفة بشكل متكرر مما يعزز من عمل الألياف العضلية ذات انقباض البطي أما الطريقة الثالثة أخذ الراحة القصيرة للشخص الرياضي أثناء التدريبات مما يزيد من كفاءة التنفس الهوائي والآن فلنجب على السؤال السادس الصفحة الخامسة والعشرون ما أهمية التدريب المتساوي القياس الإجابة الصحيحة يجعل كلتا العضلتين في كل زوج من العضلات المتضادة تنقبضان في الوقت نفسه أيضا زيادة كثافة الميتوكندرية وبالتالي زيادة كمية الطاقة الناتجة وتحسين التنفس الهوائي ملخص خصائص الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء جيدة لرياضة التحمل ومن الأمثلة على رياضة التحمل رياضة الجري لمسافات طويلة لونها أحمر داكن سميت بالألياف الحمراء وفرت الأوعية الدموية إنتاج كمية كبيرة من الطاقة على مدى فترة زمنية طويلة بسبب وجود الميتوكندرية ملخص تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء والتي تسمى أيضا بعضلات النوع الأول أولا تقنيات تدريب تساوي القياس آيزومتريكس ثانيا ممارسة الرياضة مع أوزان خفيفة وبشكل متكرر ثالثا الراحة القصيرة للشخص الرياضي أثناء التدريبات اختبر نفسك من خلال التأكيد على العبارة الصحيحة وتصحيح العبارة الخاطئة أولا رياضة التحمل مثل الجري لمسافات طويلة تعد مثال على قوة الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء العبارة صحيحة ثانيا تدريب تساوي القياس يقلل من كثافة الميتوكندرية مما يقلل من كمية الطاقة الناتجة العبارة خاطئة حيث أن العبارة الصحيحة تدريب تساوي القياس يزيد من كثافة الميتوكندرية مما يزيد من كمية الطاقة الناتجة ثالثا تمتاز الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء بقلة الأوعية الدموية العبارة خاطئة حيث أن العبارة الصحيحة تمتاز الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء بالألياف الحمراء العبارة صحيحة خامسا تحتوي العضلات التي تحافظ على وضعية الجسم في الساق والظاهر في الغالب على الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء العبارة صحيحة اختبر نفسك من خلال حل السؤال 23 صفحة 30 إذا أراد عداء أن يطور من قدراته ليخوض سباقا ثلاثيا فما هي المجموعات العضلية التي يتعين عليه أن يعمل على تحسينها؟ وكيف يمكن له تعديل برنامج تدريبه لتحقيق أهدافه؟ فكر معي عزيز الطالب لنجد الإجابة الصحيحة إذن الإجابة الصحيحة المجموعات العضلية التي يتعين عليه أن يعمل على تحسينها عضلات الفخد الأمامية رباعية الرؤوس وعضلات الفخد الخلفية العضلات المئبضية وعضلات الألوية الكبيرة وهي المجموعات العضلية المكونة لعضلات الرجل وكيف يمكن له تعديل برنامج تدريبه لتحقيق أهدافه؟ التدريب على تقنيات تساوي القياس لزيادة كمية الطاقة الناتجة ممارسة الرياضة مع الأوزان الخفيفة بشكل متكرر لتعزيز عمل الألياف العضلية ذات الإنقباض البطيء أخذ الراحة بين التدريبات الرياضية لزيادة كفاءة التنفس الهوائي وصلنا أعزائي الطلاب إلى نهاية الدرس وإلى لقاء في درس جديد من دروس مادة العلوم الحامة ترجمة نانسي قنقر